قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو خيثمة عن عروة بن عبد الله بن قشير الجعفي قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرات من مزينة فبايعنا وإن قميصه لمطلق فباعته فأدخلت يدي من جيب القميص فمسست الخاتم قال عروة فما رأيت معاوية ولا أباه شتاء ولا حرا إلا مطلقي أزراره ما ليزراني أبدا قال حدثنا سليمان حدثنا روح قال حدثنا باستام بن مسلمين عن معاوية بن قرة قال قال أبي لقد عمرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الأسودان ثم قال هل تدري ماء الأسودان قلت لا قال التمر والماء قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان حلب وصر قال حدثنا سليمان عن شعبة عن معاوية قال كان أبي حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أسامعه منه أو حدث عنه قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا خالد بن ميسر تحدثنا معاوية بن قرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الشجرتين الخبيثتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لابد آكله ما فأميتموهما طبخا قال يعني البصل والثومة حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شعبة عن معاوية أبي أسن قال سمعت أبي وقد كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه واستغفر له حسين عفان قال حدثنا شعبة عن معاوية أبن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام ثلاثة أيامين من الشهر صوم الدهر وأفطاره حسين عفان قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن أبي أسن قال جاء أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير فمسح رأسه واستغفر له قال شعبة قلنا له صحبة قال لا ولكنه كان على عهده قد حلب وصر شكرا